كان لأبوان أحدهما ثري والآخر فقير أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكاء وحاصل على درجة الدكتوراه وكان قد أنهى دراسته البالغة أربع سنوات في أقل من سنتين ثم ذهب ليلتحق بجامعة ستانفورد ثم جامعة الشيكاغو ثم جامعة نورث ويجسن ليتم دراساته العليا وكانت جميعها منحا دراسية كاملة تدور حول موضوع التمويل أما الأبو الآخر فلم يتم صفه الثامن قط كان كلا الرجلين ناجحا في مجاله عاملا بجد طوال حياته وجنا كلاهما دخلا مرتفعا أما أحدهما فظل يكافح ماليا طوال حياته فيما أضحى الآخر أحد أثر الأثرياء في هواي وقد مات أحدهما تاركا لعائلته عشرات الملايين من الدولارات ومؤسسات خيرية فيما خلف الآخر وراءه ديونا مستحقة السداد كان كلا الرجلين قويا وصاحب شخصية وتأثير وقد قدم لي كلاهما نصيحة وإن اختلف محتواها إذ آمن كلا الرجلين بشدة بالتعليم لكنهما لم يزكيا لي مسار الدراسة نفسه فلو كان لي والد واحد فقط لكنت قد قبلت أو رفضت نصيحته لكن وجود أبوين ينصحانني قد ترك لي الخيار ما بين وجهتي نظر متناقضتين إحداهما لرجل غني والأخرى لرجل فقير الأثرياء لا يعملون لجني المال الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى يعملون من أجل المال أما الأثرياء فالمال هو من يعمل لأجلهم طرحت على والدي سؤالا أبي هل يمكنك إخبار كيف أصبح ثريا؟ فنحى والدي الصحيفة جانبا سائلا إياي ولما تريد أن تصبح ثريا يا بني؟ لأن والدة جيمي كانت تقود سيارتهم الكادلاك الجديد اليوم وقد كانوا ذاهبين إلى منزلهم الكائن على الشاطئ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك وقد اصطحب جيمي معه ثلاثة من أصدقائه فيما لم يدعونا أنا ومايك وقد أخبرون بأننا لسنا مدعوين لأننا طفلان فقيران فسألني أبي غير مصدق أقالوا ذلك؟ أجبت بنبرة يكسها الحزن نعم قالوا ذلك فهز والدي رأسه في صمت ودفع بنظرته معيدا إياها لمكانها فوق أنفه وعد إلى قراءة الصحيفة وظللت واقفا منتظرا للإجابة وأخيرا نحى والدي الصحيفة جانبا وكان بوسعي القول إنه كان يفكر وشرع يقول ببطء حسنا يا أبني إن كنت ترغب في الثراء فعليك أن تتعلم كيف تجني المال في صباح اليوم التالي أخبرت صديقي الحميم مايك بما قاله والدي سألني مايك ماذا نفعل إذن لجني المال؟ فقلت لا أدري ولكن أترغب في أن تكون شريكي؟ وافق مايك وهكذا أضحى شريكي في العمل وطفقنا طوال الصباح نخترق أفكارا عن طريقة جني المال وأخيرا في ظاهرة اليوم لمعت بارقة ضوء في رأسينا كانت فكرة استقاها مايك من كتاب العلوم الذي قرأه وتصافحنا بحماسة فلقد أضحت شراكتنا الآن شيئا عمليا ولأسابيع عدة تالية ذهبت أنا ومايك نجور في الحي ونقرع الأبواب ونطلب الجيران أن يبقوا على عبوات غسور الفم لأجلنا وقد سألنا بعضهم ماذا ستفعلان بها؟ وهو ما رددنا عليه بقولنا ليس بوسعنا البوح لك إنه سر من أسران العمل وذات صباح استحب والدي صديقه لكي يريه والدين في التاسعة من عمرهما وهما يقيمان خط إنتاج على مدرج السيارات ويعملان على قدم وساق كان هناك مسحوق أبيض متناثر في كل مكان كما كانت هناك عبوات ألبان صغيرة الحجم فوق الطاولة الطويلة أتين بها من المدرسة وطاولة شواء خاصة بعائلتنا يتلظى فوقها فحم متوهج بحرارة شديدة وفيما اقترب والدي وصديقه نظر إلى قدر حديدية تعتلي قطع الفحم بينما تأخذ عبوات غسور الأسنان الفارغة في الذوبان في تلك الأيام لم يكن غسور الفم يعبأ في عبوات بلاستيكية بل كانت تلك العبوات تصنع من مادة معدنية وهي الرصاص وفور احتراق الرسم الذي يغطي تلك العبوات كنا نلقي بالعبوات في القدر الحديدية لتذوب حتى تصير سائلا وباستخدام مقبض القدر الحديدية كنا نصب الرصاص المذاب من فتحة صغيرة في أعلى علب اللبن الكرتونية طلب منا والدي وضع كل شيء جانبا وجلس معنا في واجهة المنزل وأوضح مبتسما أن الأمر قد يكون غير قانوني انهارت أحلامنا وسأل مايك بصوت مرتعش أتعني أننا لن نستطيع القيام بمثل هذا العمل ثانية؟ قال والدي بدماثة نعم هذا الأمر غير قانوني لكنكم أيها الولدان قد أظهرت ما موهبة عظيمة وفكرا أصيلا انضيا قدما وأنا جد فخور بكما سألته أبي لماذا لم تصبح ثريا حتى الآن؟ فأجابني ذلك لأنني اخترت التدريس والمعلمون لا يفكرون حقيقة في الثراء إذ نحب التدريس وحسب وأتمنى لو كنت أستطيع تقديم العون لك ولكنني لا أدري كيفية جني المال فاستدرت أنا ومايك لتنظيف المكان ولكن أبي استدرك قائلا إن رغبت ما أيها الولدان في جني المال فلا تسألاني بل تحدث إلى أبيك يا مايك فأنا وأبوك لدينا المستشار المصرفي نفسه لكنه يتحدث بحماسة بالغة عن أبيك فلقد أخبرني مرات عدة بتألق والدك إذ تعلق الأمر بجني المال التقيت أنا ومايك بوالده فسألني يقول مايك إنك ترغب في كسب المال أهذا صحيح يا روبرت؟ أم أت برأسي فتابع حسنا إليكم عرضي سوف أقوم بتعليمكما ولكنني لن أقوم بذلك على غرار الفصول التعليمية ستعملني عندي وأنا أعلمكما فإن لم تعمل لدي فلم أعلمكما فباستطاعتي تعليمكما بصورة أسرع وأنتما تعملان هك عرضي فاقبلاه أو الفضاه فسألته حسنا بداية هل لي أن أسأل سؤالا؟ فأجابني لا إما أن تقبل أو ترفض فلدي الكثير من العمل فإن لم يكن بوسعك حزم رأيك فلن تتعلم أبدا وبأي حال كسب المال والفرص تتاح ثم تذهب وقدرتك على تحين متى تتخذ قرارا سريعا لهي مهارة برغة الأهمية فقلت أقبل عندما أتى يوم الأربعاء من الأسبوع الرابع كنت قد قربت على ترك العمل فلقد وافقت عليه لا لشيء إلا لأتعلم سبل جني المال من والد مايك لكنني سرت الآن عبدا يعمل مقابل عشرة ستات في الساعة وفوق هذا لم أكن قد قابلت والد مايك منذ السبت الأول وعند الثمنة من صباح السبت كنت أدلف خلال الباب المتهاوي نفسه بمنزل مايك وعندما دلفت قال لي والده اجلس وانتظر ثم التفت واختفى داخل مكتبه المجاور لغرفة النوم وأخيرا عند الساعة التاسعة تماما خرج أبي الثري من مكتبه ولم يقل شيئا وأشار بيده إلي أن آتي فقال وهو يتمدد فوق كرسيه الدوار فهمت أنك ترغب في علاوة أو أنك ستترك العمل قلت لقد قلت لي إنك ستعلمني إن عملت عندك وقد عملت عندك واشتهدت في عملي وتركت لعبة البيسبول التي كنت أمارسها لأعمال عندك لكنك لا تفي بوعدك فلم تعلمني أي شيء فقال بهدوء بل إنني أعلمك فردت غاضبا ما الذي علمتنيه؟ لا شيء بل إنك حتى لم تتكلم معي منذ أن وفقت على العمل مقابل الفتاة سألني أبي الثري بهدوء كيف لك أن تعرف أنني لم أعلمك شيئا؟ فقلت بالسياء أنت لم تتحدث إلي قط فقد عملت لي ثلاثة أسابيع ولم تعلمني شيئا؟ فسألني وهل يعني التعليم الحديث أو المحاضرة؟ فقال مبتسما تلك هي الطريقة التي يعلمونك بها في المدرسة لكنها ليست الطريقة التي تعلمك بها الحياة وأقول لك إن الحياة هي خير معلم ففي أغلب الوقت لا تتحدث الحياة إليك لكنها تدفع بك في ضريقها وكل دفعة إنما هي بمثابة قول الحياة لك استيقظ هناك شيء أبغي تعليمك إياه وقف أبي الثري وأغلق النافذة الخشبية المتهالكة ثم قال لي إن وعيت هذا الدرس فسوف تصير شابا حكيما سعيدا ثريا أما إن لم تعي فسوف تنفق حياتك تصب اللوم على وظيفة وعلى عائد متدن أو على رئيسك وسوف تحيا الحياة آملا في تلك الضربة الكبيرة والتي ستحل جميع مشاكلك المالية وتابع قائلا عندما أخبرني مايك برغبتك في تعلم كيفية جني المال قررت صياغة الدراسة تكون قريبة من الحياة الحقيقية فلقد كان بوسعي الثرثرة حتى يتلون وجهي ولكنك ما كنت لتسمع حرفا ولذا قررت أن أدعى الحياة تغالبك قليلا حتى يسعك الإنصاط إليه ولهذا أديت لك عشرة سنتات مقابل الساعة فسألته ماذا كان الدرس الذي تعلمته من العمل لقاء عشرة سنتات وحسب في الساعة أهذا لأنك شحيح وتستغل العاملين عندك وأكمل أبي الثري تلقينه درس الأول حيث قال إنني سعيد لأنك غضبت لعملك بعشرة سنتات لقاء الساعة فلو لم يصبك الغضب وكنت قد تقابلتها سعيدا لكان علي إخبارك بعدم استطاعة تعليمك وها أنت قد رأيت فالتعلم الحقيقي يتطلب جهدا وولعا ورغبة متوقدة والغضب مكون كبير من مكونات هذه الوصفة إذ الولع حب وغضب مختلطان وعندما يأتي الأمر إلى المال يرغب أغلب الناس في خوض اللعبة في الجانب الآمن والشعور بالأمان وبهذه الطريقة لن يكون الولع هو الموجه لهم بل الخوف سألني هل أنت مستعد لأن تتعلم؟ فأومأت برأسي ببطء قال كما أسلفت هناك الكثير لتتعلمه فتعلم كيف تجعل المال يعمل لأجلك دراسة تمتد طيلة حياتك بينما تنتهي دراسة أغلب الناس بذهابهم إلى الجامعة لأربع سنوات وإنني بالفعل أعرف أن دراستي للمال ستستمر طوال حياتي لأنني ببساطة كلما تعلمت ظهرت حاجتي إلى أن أتعلم أكثر إن أغلب الناس لا يدرسون طبيعة المال بل يذهبون إلى أعمالهم ويتقاضون المقابل ثم يسوّون رصيده البنكي وفوق كل هذا يتساءلون عن سبب معاناتهم من المشاكل المالية ومن ثم يظنون أن المال كفيلا بحل المشكلة هناك قلة منهم تدرك أن قصور دراستهم المالية هو المشكلة لماذا يتم تدريس الثقافة المالية؟ ليس المهم مقدار المال الذي تجنيه بل مقدار المال الذي تحافظ عليه إن أغلب الناس يفشلون في إدراك أن مقدار ما تجنيه من المال ليس هو الاعتبار الأول في الحياة وإنما مقدار ما تحتفظ به منه ولقد سمعنا جميعا قصصا عن رياضيين محترفين كانوا يجنون الملايين سنويا في سن الرابعة والعشرين ثم هم اليوم يأوون إلى الجسور اليناو تحتها في سن الرابعة والثلاثين ولهذا عندما يطرح الناس السؤال من أين أبدأ أو أخبرني كيف أحقق الثراء سريعا يصابون بالإحباط في أغلب الأحوال جراء إجابتي إذ أقول لهم ببساطة ما أخبرني به أبي الثري عندما كنت فتى صغيرا وهو أنه إن أردت أن تكون سريا فستحتاج إلى اكتساب المعرفة عن المال لقد وضع أبي الثري أساسا ماليا متينا لي ولمايك إذ ابتدع وسيلة بسيطة لتعليمنا مذكنا طفلين فلسنوات اقتصر على رسم صور واستخدام كلمات واستوعبت أنا ومايك الرسومات المبسطة واللغة الدارجة وحركة المال ومن ثم شرع أبي في إقحام الأرقام في سنوات لاحقة وعبر الصفحات التالية سأعرض عليكم المعرفة المصورة ذاتها التي صاغها والد مايكل كلينا ورغم بساطة هذه الرسومات فإنها أعانت صبيين صغيرين على تحصيل قدر عظيم من الثروة بناء على أساس متين وراسخ القاعدة الأولى عليك أن تعرف الفرق بين الأصول والالتزامات وأن تشتري الأصل فإن ردت الوصول إلى الثراء فهذا كل ما ستحتاج إلى معرفته إنها القاعدة رقم واحد وهي القاعدة الوحيدة وقد يبدو هذا غريبا لكن أغلب الناس يغفلون عن مقدار العمق في هذه القاعدة فأغلبهم يكافح ماليا لأنهم لا يعرفون الفرق بين الأصول والالتزامات الأصل يضع المال في جيبك أما الالتزامات فتسحب المال من جيبك إن هذا هو كل ما تحتاج إلى معرفته حقا فإن بغيت أن تصير ثريا فأنفق ببساطة حياتك في شراء الأصول أما إن أردت أن تصير فقيرا أو أن تكون فردا من الطبقة الوسطى فأنفق ببساطة حياتك في شراء الأصول أما إن أردت أن تصير فقيرا أو أن تكون فردا من الطبقة الوسطى فأنفق حياتك في شراء الالتزامات لطالما كررت أننا نذهب إلى المدرسة لنكسب مهارات مدرسية ومهارات مهنية وكلاهما شيء مهم إذ نتعلم جني المال بواسطة مهاراتنا المهنية ولأن الطلبة يبارحون المدارس مفترقين إلى المهارات المالية يجتهد العديد ممن تعلم منهم في العمل في مجاله وينجح ولكنه يكتشف لاحقا أنه متعثر ماليا إنهم يعملون بجد لكنهم لا يحرزون تقدما في حيواتهم إنما يفتقر إليه تعليمهم ليس تعريفهم بكيفية جني المال ولكن كيفية إنفاقه أي ما الذي عليهم القيام به بعد جنيه ويطلق على هذا الاستعداد المادي أي ما الذي ستفعله بالمال فور حصولك عليه وكيف تحميه من أن تصل إليه أيدي الناس وإلى كم من الوقت ستحتفظ به وما مقدار ما سيعمل هذا المال لأجلك إن أغلب الناس لا يمكنهم معرفة سبب معاناتهم المالية لأنهم لا يفهمون طبيعة التدفق النقدي قد يكون الشخص قد تلقى تعليما عاليا وناجحا في عمله لكنه يعاني أمية مالية فهؤلاء الناس لا يعملون فوق ما يحتاجون إليه إلا لأنهم قد تعلموا أن يكدوا في العمل لكنهم لم يتعلموا كيف يجعلون المال يعمل لأجلهم اعتني بعملك الخاص الأثرياء يركزون على خانة الأصول الخاصة بهم فيما يركز سواهم على بيان الدخل الخاص بهم هناك فارق بسيط بين مهنة المرء وعمله فكثيرا ما أطرح على الناس سؤالا بما عملكم فيقولون لي أه أنا أعمل بمصرف ومن ثم أسألهم إن كانوا يمتلكون هذا المصرف أم لا فأتي ردهم في العادة لا بل أعمل هناك وحسب في هذا المثال تراهم وقد اختلط عليهم الأمر بين مهنتهم وعملهم فمهنتهم قد تكون العمل بمصرف لكنهم لا يزالون في حاجة إلى عمل خاص بهم تتمثل مشكلة الدراسة في أنك تصير وفقا لما درسته في أغلب الأحيان فإن درست والنقل الطهو على سبيل المثال فستضحي كبيرتها أما إن درست القانون فستصير محاميا والمشكلة في عملك بما درسته هي أن ذلك ينسي معظم الناس التفكير في عملهم الخاص فينفقون حياتهم في التفكير في العمل لصالح شخص آخر ويجعلونه ثريا ولكي يتحقق الأمان المالي للفرد فإنه يحتاج إلى التفكير في عمله الخاص وعملك الخاص هذا هو ما يدور حول الخانة الخاصة بالأصول بخلاف خانة الدخل الخاصة بك إن السبب الأساسي في تحفظ الفقراء والطبقة الوسطى ماليا بمعنى قولهم إنني لا أحتمل خوض المخاطرة هو افتقارهم إلى القاعدة المالية للانطلاق فتراهم مرتهنين بوظائفهم وغير قادرين سوى على اللاعب في الجانب الآمن ابدأ بالتفكير بعملك الخاص واحتفظ بوظيفتك اليومية ولكن اشرع في ابتياع أصول حقيقية لا الالتزامات أو ممتلكات شخصية تخلو من القيمة بعد أحضارك إياها لمنزلك حيث ستخسر السيارة ما يقرب من 25% من سعر شرائها فور خروجك بها من متجر بيعها وهي ليست أصلا وإن تركك المصرفيون تدرجها كواحد من أصولك ونصيحة للبالغين أن أبقوا على نفقاتكم متذنية وقللوا من التزاماتكم وعملوا جاهدين على حيازة قاعدة صلبة من الأصول في العرب الواقعي كثيرا ما يكون التوفيق حليفا للشخص الجريء وليس الشخص الذكي لقد احترافت التدريس منذ عام 1984 وبينما مثل التدريس لي خبرة ومكافأة عظيمتين كان يمثل أيضا مهنة مزعجة لأنني إذ علمت آلافا من الأفراد رأيت شيئا مشتركا بينهم جميعا بمن فيهم أنا فلدينا جميعا إمكانات عظيمة لكن ما يثنينا جميعا عن تحقيق ما نصب إليه هو درجة ما من درجات الشك في الذات فليس الافتقار البالغ إلى المعلومات التقنية هو ما يكبرنا ولكن نقص الثقة بالذات هو ما يفعل ذلك وهو فينا جميعا ولكن على درجات وكمعلم أدركت أن الخوف الزائد ونقص الثقة بالنفس هما ما يحطان من تفوق المرأة ولكم حطم قلبي رؤية طلبة يعرفون الإجابات لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة في قولهم وفي أغلب الأحيان ليس الذكي هو من يفوق أقرانه في الحياة الواقعية بل العنيد منهم من يفعل ذلك إن أعظم أصولنا على الإطلاق هو العقل إن أحسن تدريبه فسيمكنه تحصيل ثروة طائلة فيما يقارب طرفة العين كما إن العقل غير المدرب بوسعه هو الآخر أن يتسبب في فقر متقع يبقى ما بقيت حياة الناس بتلقينهم إياه لعائلاتهم أما في عصر المعلومات فيتعاظم المال بصورة فلكية فيثري القلة من الأفراد بلا مبرر من لا شيء مجرد أفكار واتفاقات وإن أنت سألت الكثيرين ممن يتاجرون بالأسهم أو غيرها من الاستثمارات فسيخبرونك بأنهم في هذا الأمر طوال الوقت ففي أغلب الأحيان يمكن أن تجني الملايين من لا شيء وأعني من لا شيء أنه لم تجري مقاضاتها بأي شيء بل تأتي لقاء الاتفاقات أو لقاء نقرة باليد على لوح مبادلة أو مكالمة مع ثمساري طالبا منه القيام بعملية شراء ثم بيع مشتراه بعد ذلك بثانية فلم يعد كفك هو الذي يقلب المال بل الاتفاقات إن مجمل فلسفتي هي نثر البذور داخل خانة الأصول الخاصة بي وتلك هي وصفتي حيث أبدأ صغيرا وأنثر البذور فإنم بعضها ولا ينم البعض الآخر ومن بين الاستثمارات العقارية التي تديرها شركتي هناك بضعة ملايين مجمدة في عقارات جديرة بالحيازة وهي ما نطلق عليه الاستثمار العقاري الاعتماني أو المؤجل إن الفرص العظيمة لا تراها عيناك بل يراها عقلك فأغلب الناس لا يصيرون إلى الثراء أبدا لأنهم ببساطة يفتقرون إلى التدريب المالي ليتعرفوا على الفرص الصائبة والتي تأتي قبالتك ليكن عملك بهدف التعلم لا جمع المال حين أسأل طلبتي في الفصل كم منكم يسعه طهو هامبورجر أفضل من ذلك الذي يطهوه ماكدونالز يرفع أغلبهم يده ومن ثم أطرح عليهم السؤال فإن كان بوسع أغلبكم طهو الهامبورجر أفضل منه فلما يجنه ومالا يفوق ما تجنونه أنتم إن الإجابة واضحة فماكدونالز أكثر تفوقا في نظم العمل والسبب في أن العديد من الموهوبين الفقراء هو أنهم يركزون في طهو هامبورجر أفضل فيما لا يعملون سوى القليل على النظم العمل إن التخصص الفني له حسناته كما له مسالبه فلدي أصدقاء يعدون من العباقرة لكنهم يفتقرون إلى حسن التواصل مع غيرهم من بني البشر ولتيجة لهذا لا ينالون سوى الفتات وإنني لأنصح لهم أن ينفقوا من أعمارهم في اكتساب مهارة البيع فحتى لو يكسبوا شيئا جراء ذلك فسوف يرقون من مهاراتهم في الاتصال وهذا مكسب لا يقدر بمال أما زلت تحتاج إلى المزيد؟ إليك إذن بعض ما تفعله قد لا يرضى بعض الناس عن الخطوات التي سبق أن أشرت إليها إذ رونها غير قابلة للتطبيق وإنني لأؤمن بأن فهم النظريات لا يقل أهمية عن الإطار العملي وأن هناك أناس يرغبون في الإقدام على الفعل بدلا من الجلوس والتفكير كما أن هناك أناس يرغبون في التفكير ولا يرغبون في الإقدام على فعل شيء أما أنا فأفعل الشيئين معا فتراني أحب الأفكار الجديدة كما أحب الأفعال وها أنا أشرك أولئك الراغبين في شيء يمثل لهم الخطوة الأولى في بعض ما أفعله وبصورة موجزة توقف لبرهة وحدد الوسائل المثمرة وغير المثمرة ففقدان المنطق إنما هو القيام بشيء وتوقع عكسه فتوقف عما لا يثمر وابحث عن شيء جديد ابحث عن أفكار استثمارية جديدة فأنا أذهب إلى متاجر الكتب وأبحث عن كتب مختلفة وغير مسبوقة أعثر على شخص قام بما تريد القيام به استحبه للغداء واطلب منه النصيحة فيما يخص شراك الأعمال التي تهتم بها تلقى دورات دراسية وأحضر ندوات تعلم من التاريخ فكل الشركات التي يعظم حجم تداول أسهمها اليوم قد بدأت شركات صغيرة الفعل دائما ما يهزم عدم الفعل ذلك بعض مما فعلته وأواضب على القيام به عسى يأقتنس الفرص وأهم وصف لما أفعله هو الإقدام على الفعل والإنجاز وكما كررت في مواطن عدة في هذا الكتاب لابد لك من تقديم الفعل أولا قبل أن تأتيك الجوائز المالية افعل شيئا الآن ترجمة نانسي قنقر